ياسي سمير ما اقول التصريح السابق ملعبية تكون توا حلة الراديو تحسيبين اقول تقول تصريح السابق سيعاب تسليم انا فقط اقول لك انا نظرة اللي نؤمن بها انا نحب حكومة قاية السعية تنجح في الجانب الاقتصادي الاجتماعي ونبقى نتعارك معها في الجانب الحقوقي وجانب دستوري وجانب سياسي كيف كيف الرياضة نحب الفريق الوطني ينجح ويترشح ونفرح وننسل الكل وبعده نتعاركه في السياسة هذي الملاحظة الثانية التصريح هذا تصريح موفق فقط اقلبه سعيد وزير الشهور الاجتماعي لانه في نهاية الامر انا تبعت العركة بالجداء بالجداء العركة بين شكون وشكون هي اولا العركة من طرف واحد لانه ذما الوزارة ومن يحموا بها قاعدة مستاذ فسيد وديع الجري وجامعة كرة القدم واللي مصبرها لها يلفف لو كان جات مؤسسة مؤسسات البلاد من اعلى مؤسسة مؤسسة منتخبة الى اقل مؤسس را يتحلط ورا وديع الجري عزلة واعفية من زمان المشكلوين انه الهنان وافق اللي كان يقول فيه سيمو عز انه هذي الكل جاء في اكثر فترات حساسية بالنسبة الفريق وطني بالشارك في كاس العالم اللي هي فترة التحذيرات انا ننصح عامله هدن ويزم الاشعاعات هو وديع الجري هارب في قطر هو سمحني هو ابرمو فما هدن لانه كي تسمع تصريح وزير الرياضة البارح وكأنه هدن وقال ما فمحت شي ومورنا وعلاقاتنا بها مكتعرف الامور هذي وفي الافنام سيبين الناس اللي مولين لهم ها وعندو قضيه ها وهارب ها وعند تحجير سفر ها ومش يرجع الشجد زي ما كانوا ديع الجري جامعة الوفد يمشي الوزير البارح يودعهم سؤال هاو قال ماشي قطر الوزير فليك ستوا يتقابلوا غادي انا الكلمة الاخير الكلمة خانمشيه لانه كلمة فقط فيه شملة في اربع كلمات اللي ينقوله ان شاء الله وقت اللي يترشح الفريق الوطن هي مهمة صعبة مش مستحيلة شاء الله وقت اللي يترشح ما وليش العرقش يكون بول انتصار